السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله حلقة عن أسئلاء في المصطلح الفقهي على الباب الأول من أبواب فقه الشفيعي للصف الأول الإعداد الأزهري وهو باب الطهارة إن شاء الله معانا 22 مصطلح فقهي 22 مصطلح فقهي طبعا المطلوب هو 22 كلمة الطالب أو المتابع لنا هيحل معانا الأسئلة تمام إحنا مش هنحلها أنا هقرأ لكو بس علشان لو إيه لو في كلمة في الخطة أو كده مش عارف تقرأها أنا هقرأ لك الأسئلة تمام إنت هترد بإيه ب22 تعليق كل تعليق بكلمة واحدة تمام وهو إيه هو الإيه المصطلح الفقهي لما يلي ما نزل من السماء مائعا ثم تجمد هو الذي تغير بطاهر استعمال عود من آراك أو نحوه لإذهاب التغيير بنية إزالة النجاسة عن مخرج البول والغائط بماء أو حجر أو غيرهما جريان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة الجبس أو الرباط الذي يوضع على موضع الكسر تمام الجبس الذي يوضع أو الرباط الذي يوضع على موضع الكسر فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيامم وإزالة نجاسة ملبوس للقدم كالجورب يتخذ من جلد أو نسيج إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية قصد الشيء مقترنا بفعله مستقدر يمنع من صحة إيه الصلاة تخليص الجلد من الفضلات والزوائد كالدم ونحوه ما نزل من السماء جامدا ثم تحول إلى ماء قطعة من ذهب أو فضة أو غيرهما تتخذ لإصلاح خلل في الإناء استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية نجاسة تكون محسوسة بإحدى الحواس دم خارج من المرأة على سبيل الإيه الصحة ودم خارج من المرأة على سبيل المرض تمام نجاسة لا تكون محسوسة بإحدى الحواس تمام الدم الخارج عقب الولادة الأشياء التي تتحقق بها الطهارة المواد التي تستعمل في دبخ الجلود وآخر شيء هو قصد الشيء قصد الشيء قصد الشيء غيره مقترنا بفعله تمام أيضا ده مصطلح إيه هتجاوبولي عليه اللي حضر معنا والحلقات بتاعت الفقه تمام من أولها لغاية آخر حلقة تمام في مسألة المصطلح الفقهي ده كل المصطلح اللي موجود اللي ممكن يجيلك في امتحان أو أن أنت تقدر أن أنت تأخد المصطلحات دي من الباب الأول فلو أنت إن شاء الله جاوبت على الثلاثة وعشرين دولا إن شاء الله كده أنت مفيش مصطلح فقهي هيأتي لك من الباب الأول إلا إن شاء الله هتكون عارف الإجابة بتاعك تدريبات على باب الطهارة إن شاء الله الحكم الشارعي فيما يلي دي الأسئلة على باب الطهارة من اذكر الحكم الشارعي فيما يلي أول عندنا شيء الطهارة بالماء المتغير إيه حكمها الطهارة بالماء المتغير الاستنجاء من بول أو غائط الاستنجاء من بول أو غائط رؤية المتيمم الماء في غير وقت الصلاة إيه حكم إن واحد يرى الماء وهو متيمم في غير وقت الصلاة لمس الرجل المرأة الأجنبية بدون حائل واحد تسلم على واحدة ولا مسها من غير إيه من غير أي حائل تمام التسمية في أول الوضوء إن واحد يجي الطض يقول باسم الله في أول وضوء حكمه إيه مس المصحف وحمله للمحدث حدثا أصغر أو إيه أو أكبر إن واحد يمس المصحف ويحمله وهو سواء كان محدث حدث أصغر إيه أكبر تمام عندنا استعمال أواني الذهب والفضة استعمال أواني الذهب والفضة حكمها إيه النية عند التيمم والغسل والوضوء حكم النية في الوضوء والغسل والتيمم صاحب الجبيرة في الوضوء حكم صاحب الجبيرة لما واحد عنده جبيرة في إيده أو في قدمه أو كده وجاية وضع يعمل إيه تخطم الرجل بالفضة يعني واحد يلبس خاتم إيه فضة حكمه ايه استعمال الاناء المضبب بضبط فضة كبيرة للزينة استعمال اناء مضبب بضبط فضة كبيرة للزينة اناء متخذ فيه جزء منه علشان الاصلاح والجزء ده كبير من الفضة ويهه متخذ علشان الزينة حكمه ايه الاستعانة بمن يساعده على الوضوء بغير ايه عذر واحد استعان بواحد علشان يساعده على الوضوء وهو مش عنده عذر ان هو يستعان بحد اذا لم يرتب بين اركان الوضوء واحد ما رتبش بين اركان الوضوء اللي هي غسل الوجه وغسل الايدين الى المرفقين وكده ما رتبش جاب مسلا غسل القدمين مكان كذا ده حكمه ايه الجلد بعد دبغه لما الجلد بيتبخ ايه اللي بيحدث ان له حكم شارعي المسح على الخفين للمسافر والمقيم ايضا له حكم شارعي يعمل ايه اذا لم يكن الخف ساتر لمحل غسل الفرض من القدمين مع الكعبين لو ما كانش الخف ساتر لمحل القدم الى الايه المحل كامل تمام ايه الحكم تمام عندنا الغسل للعدين حكم ايه المسح على الخفين حكمه الغسل حكمه الوضوء حكمه غسل الكفين الى الكعين غسل الكفين الى الايه الى الكعين عندنا المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم واحد صائم وبيبالغ في المضمضة والاستنشاق حكم الاستنجاء ازالة النجاسة العينية حكمها ايه حكم ازالة النجاسة العينية عندنا طبعا معنى كلمة لما تقال لك اذكر الحكم الشارع ان انت بتقول ده مكروه ده حرام ده جائز ده مستحب ده تمام ده المعنى ده من السنن كده يبقى معنى كلمة الحكم الشارعي ان انت بتذكر لايه الحكم الشارعي في الامور دي ايضا ده امتحان واختبار على مين على باب الطهارة انتظر اجابتكم وانتظر تعليقاتكم ان شاء الله واستعينوا بالله واصبروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته